خلال تسعة أشهر أعتقد يمكن من أكثر جلسات مجلسيون اللي حصل فيها هوشات والسجال والسباب ما مرت في تاريخ الكويت أبدا بالذات خلال هذا المجلد فأنتمنى فعلا أن تكون هناك مراجعة ونغض للذات كما دعا اليوم بكلمة رئيس مجلس الأمة جاسم الطافل للمراجعة ونغض الذات أعتقد أنه مراجعة لأعظام مجلس الأمة ونغض الذات ونتمنى أن أبو عبد المحسن هو يقوم في هذا الدول أخ فريح لدينا فقرة كاركتير الشاهد أتمنى أن ننظر إليها وتعطينا تعليق عما تعنيه هذه الكاركتير طالع الكويت كلها يعني واضح المجلس غرقان تحت أرجل والكويت كلها غرقانة إذا عندك أخ فريح تعليق في هذا الأمر والله أعتقد أن الكاركتير هذا يعبر عن اللي قلناه قبل شوي أعتقد أنه مقصود أنه اللي قاعد يقول طالع قاعد يقول حق شخص أجنبي بمعنى أنه إحنا ما زلنا محط أنظار والدول عالم يطالعنا فلما يكون مجلس الأمة في الوضعية هذه هو يسير إلى الكويت كلها إحنا قاعدنا نحاول نجمل الصورة لكن للأسف مو مجلس غرقان في مشاكله وسباب اللي حاصل بين عظام السماء واضح الرسالة بهذه الطريقة والله أنا أتوقع أن مجلس الأمة غرقان بضياع الهدف يعني مثل ما قلنا نحن أن مسألة المسائلة والدور الرقابي لمجلس الأمة هو اللي طاغي لكن على شنو المفروض على مراقبة التشريع على مراقبة الخطة وتنفيذ الخطة الحكومية برنامج الحكومة نفسه فللأسف نحن نشوف المسائلة بعيدة كل البعد عن هذا المنهج نعم ممتاز المحامي فريح الكوح أنا شاكل لك حضورك اليوم وإثرائك لهذا الحوار العفو الله يبارك فيك أنا شاكل قناتكم وشاكل لكم على شارك شكرا من حيّاك الله مشاهدين الكرام دائما نذكر في إيميل البرنامج ونتمنى أن نتواصل معكم وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم آمن أن نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله استودعكم الله وإلى اللقاء